موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات فرس الكورة يوم سعيد في حق كل زمالكاوي الزمالك بيكسب غتل المحلة 2-0 وفي نفس الوقت الأهلي بيخسر من بيراميز 2-0 عشان حتى لو الأهلي لعب مؤجلاته برضو هيكون الزمالك في صدرة الدول المصري بفرق 3 نقط على النادي الأهلي وده اللي بيزود اشتغال مطش يوم الخميس نهائي كاس مصر ما بين الأهلي والزمالك النهاردة الزمالك عارف يخطف 3 نقط مهمين جدا من نادي غزل المحلة اللي قدم مطش كبير وفي نفس الوقت النادي الأهلي بيهضر أهم 3 نقط في وقت مهم جدا قدام نادي بيراميز النادي الأهلي قدم أسوأ مباراة ليه في الموسم حتى الآن النهاردة الأهلي في المطش بلا خطة بلا تكتيج بلا فكرة بلا روح بلا عزيمة عكس الزمالك اللي لحد آخر وقت نادي غزل المحلة قان ضغطه في المطش واللعيبة كانت مصرة إن هي تسجل وتاخد 3 نقط مهمين عنا نتكلم عن كل حاجة بالتفصيل ولكن قريد تصلي عن نبي واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة لو جديد وفعل زر الجرس ويلا بينا نخش في تفاصيل الفيديو طيب بالنسبة لمباراة الزمالك وغزل المحلة المطش دوت كان معقرب لحد الضيئة 81 طيب شو بينا الضيئة 81؟ لأن في الضيئة 81 أشرف بن شرقي يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك ودى الأفضلية للنادي بتاعه وضمن الثلاث نقط وفي نفس الوقت قتل أي أمل عند لعيبة غزل المحلة في العودة للمباراة لأن حقيقة على مستوى المطش كله وخصوصا الشوت الأول لعيبة غزل المحلة قدمه شوت أول يكاد أن يكون أفضل شوت أول للعيبة غزل المحلة من فترة كبيرة لأ دى الشوت الأول كمان كان ممكن يخلص اثنين سفر تلاتة سفر مستريح لغزل المحلة لولا شجاعت وبسالة محمد عواد في حراسة مرمى ونادي الزمالك الراجل اللي في الشوت الأول شايل أربع أهدف محققين الراجل دايما محافظ على نظافة الشباك ومدي الأفضلية للفريق بتاعه الراجل اللي بكل تأكيد يستحق جايزة مان افزا ماتش آه أشرف بن شرقي مسجل الهدف الأول والهدف الثاني ولكن محمد عواد كان دايما مديك الأفضلية لعيبة غزل المحلة قدمت ماتش كبير جدا وماتش جميل جدا خصوصا في الشوت الأول وأول ربع ساعة من الشوت الثاني انت كزمالكاوي كنت حاسس ان غزل المحلة قريبا ان هي تسجل ولكن هنا بقى ييجي دور المدرب الفيلسوف فريرا بتبديلاته بتغييراته الراجل سحب امام عشور في تبديل كلنا استغربنا منه وسحب احمد فتوحه برضو استغربنا نزل اوباما نزل شيكبالا ولكن الراجل هو عارف هو بيعمل ايه انزول شيكبالا قلب المطش شيكبالا اللي كفيل لوحده في المطش ياخد له كده بتاع 3 اربع مدافعين حواليه ويسيب المساحة فاضية سواء لسيف الدين الجزيري ولا حتى بن شرقي وده بالضبط اللي حصلت عليك اتفرج على الجون التاني بتلاه شيكبالا كورة معاه وفيه 3 مدافعين حواليه وده اللي ادى المساحة الفاضية لاشرف بن شرقي شيكبالا بيسدد الكورة حارس المرمى بيصدها وبترجع مباشرة لاشرف بن شرقي واشرف بن شرقي بالمتابعة وبالفولو بيسجل الهدف التاني الراجل المتقلق في اخر فترة وبيحزن جمهور نادي الزمالك عليه اتهيق لي 3 نقاط مهمين جدا 3 نقاط بيرفعوا الروح المعنوية عند لعيبة نادي الزمالك قبل نهائي الكاس يوم الخميس قدام النادي الاهلي المباراة انتهت عكس سيرها ماتش كبير جدا ولكن الخبرة والقوة والمهارة والتاريخ تكسب ومن هنا نروح لمباراة الاهلي وبيرامتز طيب بالنسبة بقى للاهلي وبيرامتز فالنادي الاهلي الياردة أدب مباراة مملة قوي 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 لعيبة الاهلي الياردة في الماتش بلا هوية بلا فكرة بلا خطة بلا تكتيج بلا روح بلا عزيمة وحط تحت روح وعزيمة دي عشر خطوط لان الاهلي قدام فيوتشار كسب بالاربعة بالروح والعزيمة الماتش دوت سلبياته كتيرة جدا بينافس على المركز التاني وبيقرب منك واحدة واحدة تاني حاجة ان انت هتلعب الزمالك يوم الخميس الجاي في نهائي الكاس وده اللي بينزل الروح المعنوية عند اللعيبة اما بقى المدرب فانا جيت قلت لك لما عملت حلقة عن المدرب دوت وقلت لك ان المدرب دوت فاعل هجوميا وبيبني كور ياما جدا هجوميا ولكن مفيش دفاعيا خالص زي ما انت بتسجل اربعة قدام فيوتشار بتستقبل النهاردة هدفين قدام بيراميدز سحية تيامة جدا في خط دفاع النادي الاهلي الخطوط مش قريبة من بعض خالص مفيش انسجام فيه كعبالة في خط الدفاع لعبة الاهلي النهاردة طيها خالص مين مع مين ولا مين فين عكس نادي بيراميدز اللي قدم مباراة جميلة جدا اقوى مباراة لنادي بيراميدز من اول الموسم سواء على الجنب الهجومي او حتى على الجنب الدفاعي لان على مستوى الجنب الهجومي فمتلاقي نادي بيراميدز قدم مباراة هجومية جميلة جدا في انسجام بين اللعيبة في جمل تاكتيكية واضحة بين اللعيبة وعلى مستوى خط الدفاع فبرضه الفريق كان مقفل خطوطه بشكل مميز كل خط قريب من التاني فبتلاقي عندك نادي بيراميدز مقفل كل الصغرات على النادي الاهلي بتلاقي لعيبة الاهلي لما يكونوا معهم الكورة بيكونوا عاجزين تماما ومش قادرين انهم حتى يخرجوا من الكورة من منطقتهم بسبب الضغط العالي اللي كان مشكله لعيبة نادي بيراميدز لعبة الاهلي زي ما قلتلكه كانوا بيلعبوا من غير روح خالص وده اللي كان بين في الماتش ان كل لعب يمسك الكورة بيبوزي للجنبه من غير حتى ما يفكر ولو فكر فبتلاقي بيعتمد على الكورة الطويلة اللي بيقطاعها دفاع بيراميدز بشكل مميز جدا في النهاية النهاردة الزمالك كسب ست نقاط مش تلات نقاط بس اخد تلات نقاط من فوزه على غزل المحلة واخسارة النادي الاهلي تلات نقاط قدام بيراميدز فيا رب اكونش راح تلك الماتش بشكل مبسط ويا رب وفق الاهلي ووفق الزمالك ونشوفكو في حلقات جاية جديدة